ابطلع عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فادي باعوم ورئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت العميد روكن سعيد المحمدي على أبرز مشاكل واحتياجات الأندية الرياضية بساحل حضرموت جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده باعوم والمحمدي بمدينة المكلة بحضور حسن باسمير رئيس كتلة ساحل حضرموت بالجمعية الوطنية وعدد من الشخصيات الرياضية ورؤساء الأندية بساحل حضرموت واستمع باعوم والمحمدي من رؤساء الأندية إلى أبرز مطالب الأندية وما يمرون به من معاناة تركزت جلها في الجانب المالي هذا وناقش اللقاء إمكانية إيجاد السبل الكفيلة لتقديم الدعم المستمر للأندية الرياضية بحضرموت اشتركوا في القناة